بسم الله الرحمن الرحيم سلام كوكو تولمود إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين اليوم مع السفغ عنبية قادي نتشوفو وش طيبنا على قدرت لابات فايت بصح بالخميرة وشوفو وش عملت بها عملت لي شو صن هادوكا ولا ليكالدي ولا وعملت بها لبتيت باكات درت غلطة في لباكات دركوا نقول لكم باش مديرو هاش انتوما لغسة هادية راني ندرت نفس الحشوة وشن هوان بعد قسمتها واحدة حاطيت فيها الافيون داشي وواحدة حاطيت فيها الطن نبدأ ساحب لبات فايت اللي فيها الخميرة كيفاش عملتها بات فايت لوفي حكمت هنا كعبة سكر اللي هنا نعمل مغرف صغيرة انت اخميرة مغرف صغيرة ما تكتروش يعني ما نيش حبتها تخمر ياسر انا نحط عليها شوية تحليب ونخلط ونحطها تتخمر اللي هنا هزتلي ابي بخي نقول واحنا كاس انتا حليب اللي هنا مهوش كامل الكاس دور كنعمر الصحفة هادي كاتهز جد الكاس هذا كالي يجي مبرج لنا عرفوه كل اللي هنا في الصحفة هادي كنحط ربع مغرف انتا زيت ربع مغرف انتا زيت ما تزيدوش باش ما تجيكمش ميد ما ياسر وما تنقسوش باش ما تجيكمش حاطمة اللي ربع مغرف انتا زيت نزيد عليهم بيضة ولا عدمة نزيد عليهم عدمة وحدة تكفيني اللي لابات هاديها تقدرو تديروا بها تحطوا فيها تعملوا بها لي كيش تعملوا بها لي تختصة لي تعملوا بها وش حبيتوا انتوما خبيوها عندكم وديما تقدرو تديروا بها المملحات اللي تحبوهم انتوما اللي هنا هاديك الحليب اللي حطيت عليه الخميرة راح نعمر الصحفة هاديك باش يكون عندي كاس الكاس قلت لكم اللي نعرفوه المبرجة هدك الناس كل تعرفوه اللي نحط هنا هاديك الخميرة مع الحليب الدافي نخلط كلش والا ونبدأ نحط في الفارينة الول الفارينة رايح نحط حتين نتحصل على عجينة لهي جارية ولهي يابسة جست حك ما روح هادي برك انا هنا خدعت لي ابي بخي واحدة نقولوا احنا خمسمية وخمسين جرام انتع فارينة خمسمية وخمسين جرام ابي بخي انتع فارينة نحط شوية انتع ملح ونبدأ نخلط ونزيد الفارينة حتى نتحصل على عجينة اللي حابتها انا با ما نقدرش نقولكم اكزاكتما بسك انتوما والفارينة اللي عندكم احنا نعرفو بلي سميد والفارينة كان لي يشرب كان لي ما يشربش با لهنا قلت لكم قعد تنزيد حتى وصلت لي ابي بخي خمسمية وخمسين جرام انتع فارينة لهنا هدا هو القوام انتع لاجينة بسكم بعد رايح نطرح انا راح نحلها دونك ايفو با تكون جارية تكون حكما روحا ما تكونش يابسة كيف كيف نحطها لهنا في ان بلاستيك ونحطها ترتاح واحدة النص ساعة انتخطو عندي هنا زوز كعبة بطاطا غاليتهم غاليتهم في الماء والملح كي طابو امعستهم بالفارشيطة بركو حاطيتالهم شوية معدنوس وشوية بصل وش نزيد عليهم نزيد عليهم انا شوية بخماج بلان شوفو كين اللي خلطو بين لفخماج بلان لفخماج هداكا اترتيني عايتو لفخماج بلان هداكا راهو بخماج اترتيني لفخماج بلان راوي جي كيما هكا يجي كيما لبتي سويس دونك نحط ولا ما عندكمش فخماج بلان حطو معليش بتي سويس ديرو دو ولا تخوا اه ومارام صغار لي بتي سويس دونك ديرو زوز ولا تلاتة اه كيفا يقولولهم لي كوب هادوكم سي با دي كوب سي دي جسي با كواه المهم زيت عليهم شوية اه ملح في الفلكحل اه بيضا وخلط كلش مع بعضها تحبو تزيدو من عندكم انتم الفخماج الاخر اترتيني في بلاس الفخماج بلان ما هوش مشكل المهم قسمتم بعض الخلطة هديكا مع بعضها درك نص نحط فيه الطون اللي قاعدين تشوفو فيه ونص الاخر نحط فيه الفيونداشي اه كانت عندي تاع البوراك زيت زيتها على هديك الخلطة دونك احنا اليوم مانيش رايح نعمل البوراك رايح نعمللهم هادو ما يوكلوهم في بلاسة البوراك جس بوخشانجي شوية باش نبدلو شوية نحط الطن حطو الكمية اللي تحبو انتمه على اللي هنا راح نخلط كلش ونحطو عجنب ونش بدي سحن الاخر ونزيد نحط فيه الفيونداشي اللي ديجا مقلية انا راني مقليتها قلت لكم رايحي تاع البوراك نعمل ما هادية بعد ما وجد كلش تاع البوراك بان جي ديسيدي قلت ندير لهم هادو ما في بلاسة البوراك اليوم بان نخلط كي ما خلط قبيلا نحطو على جنب ونبعد شوي نرجع للاباتن تاعي اللي عجينا اللي خليتها خمرة واحدة نص عهكاكا انا قلت لكم ما تكاتروش الحميرة على خاطركم تكاترو الحميرة راي التوريق هدا كي يروح لكم تخمر ياسر وتطلع ياسر والتوريق مايجيكم ش مليح دون كنتو ما حطو الحميرة بس احما تكاتروش نعمل ما هنا نحط في نصف في كفاتني وجاني التوريق هايل جبت للعجينة تاعي من هادا كالبلاستيك ودركا نفرج اللي بلونت خفاي تاعي بالفارينا دركا نحط لعجينة ونبدا نحلها حتى نتحصل على اين إبسار ولا السوم كنتا 1 مليمتر واحد مليمتر ماكسيما 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 2 مليمتر الزبدة اللي استعملت هادي اول مرة راح نستعمل هانا فاها 82% ده ماتير غاز لازم كيتشيريو الزبدة انتو ما اللي تاخدو بها لابات فايتي لازم تكون فاها المادة الدسيما ياسر الاغ لهنا راي فاها 82% هادي راي الديال نانسلما جاتني مورقة تخي تخي بيا وم بلوس جاتني بنينة لعجينة نستعملها بعد ما ربيت الزبدة اللي كانت في الكنجيلاتور نص ساعة دوركا نحطها نبدأ نطبق في الاجينة انا ده بيتود نروليها بس هدوركا ما اللي جربت لها ماتود هادية نطبقها ونقعد نطبق ونحل ونطبق ونحل بلا ما ندير ليتوغ هادوكا ونحط في الفريجيدير وما نعرفوش هي بعد دوتو هاكم تشوهوا كيفاش قادة نطبق فيها وجاتني فريما هاجينة مورقة هايلا بلوتار نعملكم بها ولا البريوش البريوش اللي جيوا فريتي نحلها كيما هكا نطبقها اكم شفتو كيفاش طبقتها نحلها ونزيد نهاود نطبقها كيما قاعدين تشوفو نزيد تطبيقها واحد اخرى ونزيد نحلها بان إلا تحبو تزيدو الطبقات انتو ما زيدو ما هوش مشكلة لقد ما تكتروا الطبقات لقد ما يجيكم التوريق اكتر ولا حتى الميطود هادية رو جاني انفيتها جاني التوريق فريما هاي الواجبني ولا دركة وش رايح ندير لها لاجينة تاعي رايح نحطها ترتاح شوية في الفريجيدير واحد اربع ساعة هكاك تحكم روح الزبدة ونحل دركة نعود نحل ونوجد هادوكا لسالين تاعي درت كيما شفتو دي باركات ودرت معاهم دي كالدي ولا متلاتات هادوكم بالحشوة اللي شفتوني عملتها قسمت العجينة على اثنين واحدة ندير بها انت على الطنق واحدة ندير بها انت على الطنق واحدة ندير بها انت على فيوند اشي نزيد نحلها نزيد نحلها واحدة سمك تاع دو ميلي متر ما تفوتوهمش ونزيد نطبقها مرة اخرى فوالا اسيتو ودرك نحلها ونبدأ نحضم بها قلتلكم على جد ما تطبقوا على جد وتحلوه على جد ما التوريق يزيد يجيكم ياسر لحنا هادرت مربع بركة وحكمتو الغلطة اللي قلتلكم عملت هنا دي درك تشوفوها مبعد الفالي نحكمهم هنا نبنسيهم ونحط يا اما ما يا اما بايد يا اما ساديبون باش يحكموا لي انا ما عملتهش كنتو فريمو فريمو مزروبة البارح وكم عندي قدين حاجة نخدمها لحنا الفالي نحط عليهم يا اما بايد يا البلندوف واما جزت الماء باش يلسقو انا ما عملتهش وهادو ما رام حاكمو بصح البخات رام حاكموش تحلو لي المهم دورك تشوفوهم انتو ما بتغلطوش الغلطة هادي ولو ما عندكمش الوقت اخدمو خدمة ما تقونا متابعوني شانالي كنت زربة وعندي مئة تلف حاجة نخدم فيها البارح كي درتهم دونك ندير هادي عشاكل نوارا بركة كاكا درت غير زو سكابت بسكو حاكمو لي فريمان ليد كي ما قلت لكم كنت فريمان لاتيا المهم في النص من بعد كحطيت كعبة زيتون كحلا دونك درت هادي ايا الشكل وندير شكل واحد اخر دركة تشوفوه مالا الشكل التاني هو راح ندير لبخات ها هنا راني نعاود لكم في واحدة اخرى باش تشوفوها مليح كيفة شملتها نحلهم على لكم كل حليتهم بس احنا نصلوش للنص نخلي شوية حاكم روحو ونحط فيه لفخص انتعي هديكا نحط عليها شوية فخماج غابي ما عندكم شلو فخماج غابي الحشوة هادي رايبنينا بلا ما تحطو لها الفخماج ما هوش مشكل رايجيكم كمام بنينا هنا رايح نزيد اللم لدوز اكستخيميتي لدو بو لدو بو متاع كل طرف كل متلت نلمهم مع بعضهم كيمة قاعدين تشوفو اكزاكتو همه تحبو تديرو الشكل هادا ولا تديرو الشكل اللي عملتو الاخر انتعلي بحكات هذا الشكل التاني تلموها في النص وبعد تحطو فيها كابنتا زيتون ولا تحبو تخليوها كيمة هكا ما هوش مشكل نرجعو للشكل اللي عملناه الدوز ايام الشكل التاني را هم قدرت دي بتيت بحكات قدرت المستطيل نحكم الجوان بتاعو ونلمهم مع بعضهم وندير كيمة كيمة الفلوكة والا ودي من داخل فارغة باش مبعد نحط فيها هديك الحشوة الكعبة لو لا درتها درك نزيد ندير الكعبة التانية ودرك تشوفوها كيفاش الهنا الغلطة اللي عملتها اللي قلتلكم عليها قبل ما نبنسيهم اللي ساقهم نحط يا إما البلوندوف يا إما نبلهم بشوية نتعمة باش يلسقو لي انا بعد ما درتهم كيمة هكا راحوا تحلو لي هي البلوندوف أحسن أحسن من الماء اني سور يحكمونا الهنا وجدوا الكعب نتاعي درك نحط عليهم الحشوة هدو ما درتهم بالحشوة نتاع الطن عملتم بالحشوة نتاع نون هدا سيد الافيونداشي عملتم بالحشوة نتاع الافيونداشي هدو ما حطيت عمرتهم من داخل بالافيونداشي تاعي وبعد نحط عليهم شوية فخماج من فوق هدا اختياري ندهنهم بالعدام عجنة بتاعهم ونحطهم في الفوق يطيبوا على ميتين درجة لابات فويته ريتحب السخنة ياسر تحبوها تطلع لكم في ساعة ويجيكم فخفها ويجيكم ام بون فويتاج لازم الفوق تاعكم يكون سخون ياسر على خاطر كيعود الفوق ماهوش سخون اسي ريحتدوب هديك الزبدة بالعقل ويروح الفويتاج بس حكي ترغبوها انتوما بالسخنة القاوية مايعطيهاش وقت باش تتحل بالعقل وتخرج من العجينة درجة راح تتنفخ لعجينة تاعنا ولفويتاج تاحا التوريق يجينا ناجح على الغلي هنا نعمر لبخات كل كيماراهم ما تنساوش قلت لكم تتبنسيوهم قبل ما تبنسيوهم حطولهم المهم بالبلوندف كمسا تقعد لكم الشكل تاع لبخات يقعد لكم هو المهم هنا البناء اراني ما نحكي لكم شي عليها فريمان 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 بنان او بوان ليكملوهم وكل ما قعدوش منهم حتى كعبة ما قعدت منها دونك البارح جيب بيان فيه كي ما عملتش البوراك ودرت لهم هادو ما هادو ما اللي سالي المملحات دوركا نحط عليهم الفروماج غابي وندهنهم ونحطهم كي ما قلت لكم 200 دكري ونندير في الفروماج الفروماج تاعي نحب نشكر كل من تخل للاشان للقناة وحط لي انجام وحط لي ان كومنتر نشكر اللي قاعدين يدخلو لي للقناة يشتركوا فيها ونقولهم شكرا لكم على الطيقة اللي درتوها فيا ونشكركم تاني على الفات اللي ما تخليتوش علشان هادية راني عندي فيها صعوبة علشان تاعي قلت لكم راو يوتيوب كين حبسو راو بالسيف بجر يرجعنا كيف هيقول نسبة المشاهدة على خاطر ما يعودش بروبوزي لغسات ولا للناس وعلاش على خاطر قاعدين مناش تخيز اكتيف كين عودو مناش اكتيف ياسر ولا انا دور كراني مانيش تخيز اكتيف في القناة سبت المردن تاعي دونك يوتيوب ساعة ساعة ما يخرجو لكمش الفيديو تاعي انا وشو نقولكم نقولكم كليكيو على الجارس لابتيد كلوش هديكا لما كليكيتوش علىها كليكيو باش يعودو الشك فو يخرجو لكم الفيديو اللي نعملهم هنا راح ندير الشكل الثاني نشرحو لكم ساحة لهمنا عملت مربع انكاغي حاطيت فيه الحشوة الثانية اللي فيها الطن حاطيت شوية فخماج اللي حبيتو ونحط هنا راني دهنت بالعدام باش لسقولي ها حاشية واحدة بارك فازوز دي كوتي بارك تدهنوهم وتحطوا بوخ قاباتي الجاها اللي ما فيهاش الحشوة تحطوها تغلفوا بها ويجيكم هادا المثلت اللي نعرفوها احنا ونعايتو لهم ليكال دي احنا ولا تصديبون كل واحد كيفاش يسميهم بعد ما حدرتهم نحطهم في البلاتو نفسه اللي طيبت فيه لولين نفس البابية كويسو على هم بدل هنا ندهنهم بالبعيد بالعدام نحط عليهم الهنا الجنجلانية تحبو تحطو تحبو تزينو تزين واحد اخر هدا اختياركم انتو ما ربي سهل نحطهم يطيبو كيما لولين اكزاكتوما هادو هما اللي طيبتهم البارح اللي بنا راني ما نحكي لكمش التوريق راهو جا دي سور ديس حاجة واحدة ديرو كيما قلتلكم كي تودو تلسقو في الحواش انت على الباركات نوالا كي تجربو لغسات وتعجبكم وإلى عجبتكم الفيديو سي ما تنسوش تحطو لي ان شولي لايك وليما همش مشتركين وعجبتهم القناة ونقول لهم اشتركو وبرتاجيو الفيديو ودركا مبقى لي غير نقول لكم تبقوا على خير وفي لامان وبالصحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة